ايه شريف وينك شريف شو صار شو صار صلاح جاب جول اعمل اشي بالجولة ولا لسه لا يزم خلصت الجولة وضعك اشي مزري طب يا الله يا صلاح ما انا مش عارف يا ما انا فكرت حالي اني ذكي لما اعمل اشي بالجولة ولا لسه وما بعرف والله فكرت حالي اني انا عبقري فانتيسي يعني ولما كل حدا كان عم بيبيعه قلت انا بدي عمل الوالد كارد واجيبه جبته بالوالد كارد سعره عم بنزل من اما جبته بالوالد كارد هادي اشي الوحيد اللي تغير يزم والله ما منفهم باشي احنا بفانتيسي جبته ب12.9 هلا 12.7 طبقه معنى هاتي الاسبوع بيصير 12.6 وممكن يصير لعب دفرنشل قريبا كمان صلاح ما عندي اي فكرة شو فكرت عشان اجيب صلاح ما بيعو بسانا الوالد كارداتي ما صلاح غير اسبوعين فما بعرف اذا صح اني ابيه لاعب هلا ادغالي وانا اتخليه ولا شو اعمل بصبت طبقه ما عندي اي فكرة يعني الوضع شوية تعبان و مش هارو شو بدي عم طبعا صراحة احنا يعني زعلانين ان هيك عم بصيره مع صلاح عندنا ذكرات كثير جميلة طبعا مع صلاح الممسل الماضي والمواسم اللي فاتت يعني صلاح اسطورة فيديو اليوم رح نفرجيكم صلاح مقارنة بلاعبين اخرين ولا تشوفوا مين اللاعبين الاخرين اللي معنا هاي المشكلة ان احنا صلنا مقارن صلاح بلاعبين كثير غريبين وما احد عمره توقع من لاعب كان كابتن وكل اسبوع للاعب صار كل حد بدوش اياه بطريقة يعني وانا والله املي كان فيه بهاي الجولة انه هو يحول لي جولتي بس لأسف انا اسهم حمرة جولة العشرة انا الحمدلله اموري هاي الجولة تمام اسهم خضرة مارتنالي ضبط مارتنالي الله يخلينا اياه بس انا المشكلة شو صار كمان ان انا كابتنت هلند واه هاي تاني مرة بكابتن هلند هذا الموسم ما اجاب قول بس والمرة الماضي انه كابتنته اسس شباب بس انا ماء كابتن هلند يقرر اجيب هاتريكو اذا شفته شريف كابتن هلند مات كابتنه زيه عني عندي عقدة انا هذا الموسم وضعي بالفانتيسي يعني ما احدا ما احد يسمعلي بس شوفوا احضروا احضروا المصائح الاحصائيات احضروا ايو ما احدا ما احدا يسمعلي نصائح بس شوفوا ما اش عم بصير معاي وكيف ترتيب عم بانزل من جولة لجولة ايش رح يكون عندنا كمان بالفيديو غير انه نحكي عن صلاح واللاعبين التانيين بدنا نحكي عن لاعبين من نراقبهم للجولة القادمة للجولات القادمة مش بس الجولة القادمة فنشوف كم اللاعب ممكن يكونوا بودراء لصلاح ممكن كمان اللي لسه عنده صلاح طبعا زيه ولاعبين كمان جدولهم حلو وفرقهم عنده مبارات حلوة ممكن تحتمدوا عليهم لحتى بداية كأس العالم فخليكم لاخر الفيديو حتى تشوفوا هاي المعنومات كلها وتاخدوا قارارات ممتازة لفريقهم للجولات القادمة موسيقى تمام طبعا زي ما انتو شايفين صلاح وجنبه الميرون ومارتينيلي عدنا بالسعر اختلاف كبير يعني عدنا صلاح 12.7 حاليا سعره طبعا نازل كثير سعره وعدنا الميرون 5.1 ومارتينيلي 6.6 طبعا مجموع مين عمره توقع مين عمره توقع انه نحط صلاح جنب هدول التنين يعني مين صلاح كان الموسم الماضي موسم الماضي هدول شايف أرقام الميرون ومارتينيلي قدامه عشان مباراتين مجموعين مجموعين ماكسيمم يكون محطم هاي الأرقام كلها مين صلاح اللي كان بدون ما نفكر الكابتنه دايما مينك مينك يا صلاح نفسي عارف شو صار فيه هاد الموسم بس هي اظن تغيير تكتيكات تكتيكات وهو صلاح من لما رجع من التصفيات كأس العالم وبعد ما خسر نهائي كأس أفريقيا كمان مستوى أسطن يعني صاير أسوأ توقع يعني مش عارف امت رح يرجع صلاح صلاحة بس حاليا أنا بعته من زمان ما توقع كم صار لي أربع سبيع بعته على السريع أول والدكارد والحمد لله يعني جبت دي بروينة بداله و دي بروينة زي ما انتم شايفينه متأرلق جدا عندنا الأخ شريف جاب صلاح على الوالدكارد نعم احكي لنا شو فكرت ساوي فيه أه أسمع شوف أنا جبت صلاح زي ما حكيت بالأول فكرت حالي ذكي وأنه خلص أنا بعد ظل أحكي آه صلاح رح يرجع صلاح رح يرجع لأنه عندي ذكرات كبير حلوة مع صلاح يعني الجو الموسم الماضي واللي قبله واللي قبله كان دايما هو الهداف وهو اللي يجيب نقاط وهو اللي يحمل الفريق تاعي يعني وتاع كل عيبة الفانتيزي بس حاليا أنا فيه مأزق لأنه أنا جبته خدت القرار أن أجيبه بالوالدكارد أبيع لاعب هالأد غالي بالوالدكارد وانا لسه الوالدكارد مصلهاش أسبوعين يعني شوي يعني بخليني أفكر أنه لأ ممكن أصبر الثاني إشي هو أنه نيفربول بعد مباراة السيتي عندهم جدول حلوة رحيلة مع نوتينغام فورس رحيلة مع ليدس رحيلة مع وستهام ففيه فرصة ممكن أنه صلاح يرجع بس بنفس الوقت أنا شايف تمركزه بالملعب مع وجود نونس كمهاجم صلاح ما عم بيكون كثير متقدم فما عم بيستخدم ما عنده فرص شو رأيك عندي سؤال شو رأيك مع إصابة دياز؟ هل صلاح سوف يتقدم أكثر ولا جوتر حيأخد؟ لا والله اسمع ما بحس أنا مع التشكيل اللي عم بلعبوه هو نونس اللي ماركد الفورس كله هو عم بلعبه مهاجم لحاله كلهم عم بلعبوا على الوينغ فشعر فلا نحكي عن دياز أكتر لأدام بالفيديو بس من هاي من هون يعني بقدر أحكي إنه مش بس الميرون ومارتنلي حتى جروس جايب صنقاط أكتر من صلاح عندك فودين عندك دي بروين ماديسن مينشي كمان ساكا غير مارتنلي والميرون فوضع وضع صنحتها سيئ هذا الموصف خصوصا أنا مع التشكيل المالي يعني لا أربعة أسست قولين 12 مليون فاصلة سبعة كثير عندك مارتنلي جايب أربعة أهداف ثلاثة أسست يعني فشايفين الفرق ومارتنلي هيو بلعب مباريات صعبة وبسجل الأهداف وكل عم ببيعه أنا ضد ببيع مارتنلي شخصيا حتى لو رح يعمل بلانك أسبوع 12 مستحيل أبيعه عنده طلع لي بالفاليو كثير كبير يعني طالع سعره كان سعره 6 صار 6.6 أتوقع وهاي يعني جاب زاد القيمة فريقي جدا وما رح أبيعه حتى لو عنده بلانك فخلي يعني هاد من اللاعبين المهمين جدا أحكي لكم كمان بتشغلة تاني هو تفكير استراتيجي كان مني أنا عشان لاعب فانتسي أنه عندي خبرة كبيرة في اللعبة وعندي استراتيجيات تكتيكات إنه أنا غبيعت مارتنلي بالوالد كار تفعيتي كمان لأنه فكرت إنه مباريات أرسنل صعبة وعندهم بلانك بالجول 12 قلت خلص شو بدنا مارتنلي خلينا بيعه شوفنا شو عين نلضغ له فرقول فما حدي بيه مارتنلي صراحة رو فيه بلانك خليع البنش عندهم مباريات حلوة كتير لأرسنل عندهم ليدز بالجولة القادمة بعدين عندهم بعد البلانك سوت هامتن عندهم نوتنغام فوريس عندهم مباريات سألة ورح يكون الفرص عالية للتسجيل فخلي مارتنلي لا تبيعه وصراحة صراحة انت تشوف 12.7 الميرون بينه وبين صراحة 7 مليون فرق بالسعر أكتر حتى ونفس الإشي مارتنلي وصلاح 6 مليون فرق بالسعر انت بتقدر تاخد واحد من هدول وتأسم مصريك على باقي الفريق قوية بالدفاع وبالهجوب فصلاح ما حد يفكر يشتريه اللي عنده بده يستنى يشوف أنا شو بدي عمل ويلحقني يعمل زيي عشاني أنا أو زي ما حكيت لكم يعني أنا بس ملك الفريق استراتيجيات أنا صراحة أنا صراحة بحكي اللي بيحب صراحة كثير ومتأمل منه ما يشتريها اللي خليها تفتح معه مباراة واحدة وبعد ينجيبه عشان بحس إذا فتحت معه رح تضل فاتح معه صراحة هيك بحس صراحة إذا رجع على الفورم ورح يرجع خلص عشان هو بيكون حاط بعقله أنا راجع وبدي أثبت حالي كمان مرة فممكن تصير بعد اسبوع 12 بس حاليا أنا مش شايف إنه صراحة لاعب إنه لازم يكون عندك بالفريق صراحة صراحة وأنا بعيدك ومع هيك نقدر نروح للفقرة الثانية من الفيديو اللي هي اللاعبين اللي نراقبهم أو اللاعبين اللي ممكن نفكر نشتريهم للجولات القادمة ومين أول لاعب عندنا؟ أول لاعب هو نونز سبحان الله يعني عم نحكي عن ليفربول وعن صلاح عم نحكي عن نونز اللي هو عم بيكون أكتر لاعبين ليفربول هادا الموسم شوفنا الأهداف المتوقعة 1.5 في المباراة كل الفرص عم تيجي له عم بيجي فرص أمام المرمى بس ضل عليه الفنش زبط الفنش تبعه أموره بتكون مية بالمية سجل ضد أرسنل مبارح ومع المباراة ليفربول السهلة اللي جاي نوتنغام فوريس ليه حتى وسطها نونز رح يكون الخيار رخم واحد بنسبة لي من ليفربول ممكن أنا أبدل صلاح هاي الجولة أجيب حدا تاني وعى الجولة القادمة أجيب نونز في الهجوم فهي ممكن واحدة من الخيارات إنه يكون عندي حد من ليفربول على أمل يرجعوا لمستواه مع مبارات السهلة وكون عندي حدا فيه بالفورما ممكن يقدم أكتر من ما صلاح ممكن يقدم صحيح ماذا عندك اشي عنه أنت فروف تحكيه؟ لا هو زي ما حكيت أنت بصراحة إنه هو الخطر الأساسي على ليفربول صراحة طيب دياز ما علا طلعت الأخبار آآ دياز خلص نهاية السنة سوري مش للموسم نهاية سنة 2023 فإيش هذا بغير من وضع ليفربول أنا بصراحة كنت رح أجيب دياز أسبوع 12 عشان جدولهم بصير سهل بس حاليا مش عارف شو رح فكر أو إيش عم بساوي بس أفضل لاعب حاليا من ليفربول هو كخطورة هو نونز عشان زي ما حكينا صلاح هو اللي عم بطرع الفرص فراجع لورا بالملعب مش كثير مؤثر على الهجوم فنونز هو أحسن اختيار بس خلينا نشوف شو بيصير خلينا بس نحضر ليفربول وكيف رح يطلعوا من المأزق اللي هم فيه صراحة هم بمأزق عاليا وخصوصا كلوب كلوب عم بعاني فخلينا نشوف شو رح يصير معهم نتق اللاعب اللي بعده عدنا زاهة زاهة الكبير طبعا طلع بأسست واحدة بجولة رقم عشرة فانا كنت تتوقع منه أكتر بس زي ما انتم شايفين جدوله ناري لستر وولفس أفرتن ساث هامتن كله سهل كله أخضر وإن شاء الله يقدم أداء أكثر من رائع ويسجل أهداف مش بس أستات وهو اللي بسجل ركلات الجزاء والخطر كله من عنده فهو من أحسن الاختيارات بصراحة انت عندك جدول كرسل بالس سهل من أسهل جداول حاليا للوقت كأس العالم وزاهة الأفضل من هذا الفريق مع أدوارد مع إيزة بس بحساها رح يكون هو النجم الفريق زي ما حكيت سدد ركلات الجزاء وإحنا دام بالفانتيزي ركزه على اللاعبين اللي بيسددوا ركلات الجزاء لأنه كمان يكون لهم فرص أنهم يعني يتقلقوا في مباريات ممكن ما يكونوا في مستواهم بس على الأقل ممكن يجيهم ركلة جزاء ويسجلوا بعدها عندنا اللاعب ماديسن طبعا ماديسن في كثير من الناس ورد يجابوه على فرقهم بعد ما تقلق بجولة التسعة جولة العاشرة جاب بلانك ضد بورموث وهي عقدة بورموث هذا الموسم كل اللاعبين اللي الناس بتفكر فيهم أنه ضد بورموث رح يتقلقوا ما يعملوا ليشي حتى هالند عمل بس أسس صلاح تسعة صفر ما سوى إشي ضد بورموث وهي ماديسن كمان ضحية العقدة تبع بورموث بس هذا لا يعني أنه مش هو الأفضل بفريق وحتى لو وضع الفريق حتى لو لسر عم بيعاني يعني كريستل بالس ليدز وولفز كلهم فرق تستقبل فرص باستقبل أهداف باستقبل أهداف ولستر بسجل بصراحة لستر بسجل من وراته بس إش دفاعه ضعيف وعم بخسر ماديسن اختيار جيد بيكون من لستر اللعب الأخير أتوقع معانا بوين بداية جدا بطيئة ولحد هلا أنا بعتبرها بطيئة مقارنة بالموسم اللي فات بس عم برجع نعم عم برجع بشو 14 نقطة بجولة 9 الجولة الماضية جاب له جاب حزاجة الهدف كمان صحيح بوين عم برجع جاب ركلة جزاء الجولة الماضية زي ما حك الشريف لهذا السبب احنا منركز على الناس اللي بيشوتوا على ركلات الجزاء عشان دائما يكون فرصة هدف بالمباراة وقال جدوله مش سيه يعني انتو شايفين الليفربول صحيح بس يعني الليفربول مش بوضعهم الكويس كل الفريق عم بلع ضده عم بيسجل وعم بيعانه فممكن وسط هم يستغل هاي الاشي واذا هستغلوه عندك الخطورة من بوين وسكماكا صاير من جديد خطير جدا عم بيسجل اهداف وانتونيو إذا كان نازل هو يعني واحد نسكاماكا أو انتونيو هذول أخطر ثلاث من وست هام صراحة يعني بس بشكل عام جدول منيح حتى ليفر بول حتى لو يونايتد بس بوين يعني بس هو بيسدد الركنيات فرقات الحرة جزاء فرصة تسجل عالية فهو من نصح فيه أنا ممكن أجيبه بدل صلاح صراحة من الجولة الـ 11 يعني واحد من خيارات الأبرز سيار جريئة هاي كون عشان بعدين أصبت فريقي وقدر أجيب نونس بالجولة اللي بعدها بالهجوب هيك بوفر شوية مصاري عشان هيك ما حجيب دبروينة ما حجيب حدا غالي بالوسط يعني أنزل شوي بالسعر وبس هيك يعني اللعبين اللي عنا عليهم حكينا أكتر عن صلاح كنا رأيكم باللعبين مين اللعبين اللي عم بترقبوهم مين عم بتفكروا جيبوا على فرقكم ومنشوفكم بالفيديو القادم بس اشتركوا في القناة